أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد من الأقوال المأثورة والتي نحفظها منذ الطفولة العلم نور والجهل ظلام العلم نور والعلم يصير مثل الضياء في الليل لما تفتح الضوء ينور إلك الطريق وتشوف وتمشي يعني ما بتصدم شيء ما بتتعرقل بشيء ما بتصير لك قدامك مطبة بتتجاوزها بتشوف العلم يكشف لك كل شيء ولكن الجهل عكس هذا تماما هو ظلام كل ما تمشي ما تدري وين تروح يمكن تصطدم بشيء يمكن تطيح في شيء هذا يأخذنا إلى موضوع مهم وهو أنه كثير من الناس أحيانا يخوضوا فيما لا يعلمون يخوضون فيما لا يعلمون فتشوف البلاوي اللي تطلع من وراء هالخوض أنت ليش تخوض فيما لا تعلم قول ما أدري قول ما أدري وترتاح يقول النبي صلى الله عليه وآله في وصيته إلى يا أبي ذر يا أبا ذر إذا سئلت فيما لا تعلم قل أني لا أعلمه حتى ترتاح لكن إذا خذت في الشيء اللي ما تعلمه ما تدري وين توصل بعدين في إحدى المرات صار ظرف معين طبي فطريت أن أذهب إلى طبيب القلب وجلسنا مع طبيب القلب وفي أثناء الجلسة صار يشاهد التقارير بعد الأشعة والتحاليل الدم وكذا صار يقرأ كل شيء شوية رفع سماعة واتصل بطبيب آخر يستشيره في بعض الأمور يعني فيه مصطلحات طبية بينهم ما أفهمها فلما خلص قلت لت إن شاء الله خير دكتور قال لا الأمور طيبة بس أكو بعض الأشياء أحيانا نحن ما نفهمها اللي ما نفهمها ما نفتي فيه من غير علم نروح نتصل بالمختص أكو واحد مختص في شيء وأنا مختص في شيء فكل واحد مختص في أمر معين نداول إحنا الأمر فيما بيناتنا هذا هو الأمر الصحيح هذا هو الأمر السليم للأسف أنه البعض أحيانا ما يقدر يقول أنا ما أدري أو ما أعرف أو ما أعلم يخوض على طول يخوض هذا غلط يقول الإمام الصادق عليه السلام بهذا المضمون أنه من أجاب على كل ما يسأل عنه بهذا المضمون لأنه ليس كل شيء أنت تدري عنه وفي الحديث الآخر نصف العلم في قول لا أعلم لا أعلم ما أدري أنا يعني أنت إذا قلت ما أدري هذه منقصة ليست منقصة ليست منقصة لأنه كل البشر يقولون لا أدري ولا أعلم إلا المعصوم إلا الله سبحانه وتعالى والمعصوم عليه السلام فأنه يعلم بكل شيء أما بقية البشر عادي يطلع منهم النقص عادي يطلع منهم هذا الأمر فأنت تقول لا أدري أفضل إلك من أنه تروح تتكلف وتتفلسف شوية مطمط الكلام ما إلا داعي يقول أنا ما أدري هذا التواضع مهم جدا محمد بن أبي بكر وهو أحد الأصحاب المعروفين والمشهورين شخصية في التاريخ ابنه القاسم القاسم ابن محمد بن أبي بكر هذا كان يجلس مجلس للفقه والعلم في المدينة المنورة وكذا كان واحد من الذين يشار إليهم بالفقه وبالعلم فجاءه شخص وكان حوله دائما كان حوله مجموعة وناس وجماعة فجاء له واحد وسأله مسأله قال له لا أحسنه لا أحسن الجواب لا أحسنه قال له أنا جاي لك من مسافة وضارب مشوار طويل عريض كذا 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 واحد جي تقول لي ما أحسنه قال لي إيه ما أحسنه لا أحسنه لا يغرنك به المضمون لا يغرنك طول لحيتي ولا كثرة الناس من حولي أنا هذا أجهل ما أفهمه فكان إلى جواره رجل من قريش لما انتهى الموقف قال له يا ابن أخي إلزم هذا يعني أمسك فيه التزم به انتبه له راعي داري هذا هو شيء هذا الموقف يقول ما رأيتك في مجلس أنبلة من هذا هذا المجلس النبيل أنت الآن شخصية نبيلة في نظري شيء ما تدري عنه قلت ما أدري عنه ليش أنا أروح أتكلف هذا الأمر يقولوا يجو جماعة إلى الشيخ الأنصاري وهو شيخ الفقهاء يجو إلى النجف وهو يعني هذه القصة تقريبا عمرها 250 سنة حدود 200-250 سنة فإجوه من إيران مجموعة من جماعته وخه أنصاري من إيران أصلا لكنه أقام في النجف فإجوه إلى بعد ما أخذ بهم المجلس وكذا أوصلوا بعض الأمانات إلىه فسأله أحدهم سؤال قال له ما أدري بعدها سأله سؤال ثاني قالها ما أدري سأله سؤال ثالث قالها ما أدري قالوا الشيخ نحن جايين لكم من هالمسافة من إيران من هذا كذا وقاطعين هالمسافات الطويلة وذلك ليام ما كانت هناك وسائل النقل المعاصرة الموجودة وحن تقول لنا ما أدري عندما رجعنا لجماعتنا نقول لهم سألنا الشيخ الأنصاري ثلاثة تسئلة وما جاوب فابتسم في وجههم قال ليهم الشيخ الأنصاري لا يعلم ولا يدري مئات من المسائل مو ثلاث مو ثلاث مئات من المسائل ما يدري لأن هذا هو الوضع الطبيعي إلى الإنسان يقول قال أحدهم سأل أحدهم شخص وهو على المنبر فقال لي لا أعلم قال لي إذا ما تعلم لا تجلس هذا المكان هذا المكان ليس مكان من يقول لا أعلم هذا المكان مكان من يقول أعلم قال لي لا أنت مشتبه ترى هذا المكان مكان من يقول لا أعلم أو أعلم شيئا أعلم شيء ولا أعلم شيء أما الذي يعلم كل شيء فليس له مكان ليس له مكان ليس له مطرح ليس له موقع ذاك هو الذي يعلم كل شيء فلذا ينبغي للإنسان أن يتواضع إذا أمام مسألة ما يعرف يقول ما يعرف يقول أحتاج أراجع بعض ما راجعنا كان معروف عنهم هذا الأمر أنه أحيانا يسأل مسألة يمد إيده يأخذ الكتاب الرسالة العملية اللي هو مألفها يمدها ويأخذ يقول هالشكل الرأي ليش محاضرة المسألة هذا ليس نقصا هناك تصور خاطئ أنت البعض أنه إذا سألنا معمم أو رجل دين أو شيخ أو سيد أو كذا وما جاوب هذا بعد ما يفهم شيء لا هو ما يفهم شيء هو ما يفهم شيء يفهم شيء ولكن هناك وغابت عنك أشياء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين